السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي أعزائي فان زعاد الفتحة كل التحية وكل الاحترام والتقدير ليكم شاكر الأفضل تشكرين على المجهود اللي انتم عاملينه معايا جدا 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 أنا طمعا فيكم أكتر اللايك والنبي علشان الإصدار يطلع أو الفيديو يعني يطلع لفوق بإذن الله النهاردة موضوع مهم جدا أنا عايزين نتكلوم وأنا كنت قلت قبل كده السبات الانفعالي وإن إحنا مطلوب يبقى فيه سبات انفعالي في التعامل بيننا وبين الناس وأخطاء السبات الانفعالي لأن اللي ما عندهو سبات انفعالي ما ينفعش وشفنا دفع حاجات كتيرة جدا يعني شفنا أن محمود كهرباء عشان ما عندهو سبات انفعالي ضيع مباراة السوبر من النادي الأهلي لما كانت في الإمارات لو ده كان لعب عنده سبات انفعالي حتى لو كان حصل شدي بينه وبين طرق حامد أو بينه وبين حزم إمام ما كانش جراء لكن اللاعب ما عندهوش انضباط تيك تيك وبرضه ابن متحة وردة على فكرة متحة وردة كان لعب كرة سلة كبير جدا عنده الابن اللي هو أنا ناسي اسمه دلوقتي اللي هو كان في المتخب أنا كنت أعرف طبعا أبوه راجل فاضل يعني اللي هو متحة وردة عرفش أنا اسمه إيه الولد والله أنا ناسي بس مش مهمة متحة وردة طبعا ده كان أفضل لاعب كرة سلة جاه في تاريخ مصر كلها كان في نادي الاتحاد السكندري هو وعمر ابو الخير وطرق السباخ كانوا جبابرة مسلس كالرعب يعني في فترة من الفترات شفنا ابنه برضو واتجاه ده كلها حاجات موجودة النهاردة بقى أنا هالاني ما سمحت الحج صابر قاعد في درب البربرة وكان أقل قبل كده أن في قناة مش عارف ميرا ومادو ولا معرفش هي قناة كده بنت أو يعني كده هتيجي وحتطلع معاكم وكده وبتاعه أنا طبعا ما بتبحش أنا الحج صابر من ساعة المشكلة علشان أخليني بقى في جنب لأنه هو من ساعة ما قال أنا تعبان وكلام من ده أنا زعلت إن وصلت براجل زي ده إن هو يتأثر أو صحته تتأثر أو كده فزعلت كإنسان إن حرام طبعا إنه يتعرض لأي جلطة لقدر الله وتمنيته دعت له بالشفاء والله العظيم في كل وقت وكنت بتمنى له الشفاء العجل لكن فجأة كده في الإشعارات لقيت إشعار جاي لي من قناة مادو دي ولا ميرا ولا مارو ولا يعني الأسماء عندنا أنا مش مركز أول طبعا يا قناة متوسطة قناة ما نقدرش نقول يوتيوبر هو مولد يوتيوبر فما عرفش بقى هال الأولادة اليوتيوبر دي عايزة تيجي مثلا على مكسب على فانز برضو على حاجة إزاي الأول نفضل نظر بقى حنخش للحاج صبر بعدها إزاي سمحت لراجل لغة تخضى معاك يبقى فيها هذا الخروج الكامل راجل فيها هذا الخروج الكامل عن الأداب العام إزاي واحدة إزاي ستة أو بنت تقبل إن راجل قدامها يقول هذي الألفاظ هتقول لي ما الألفاظ دي قالها فلان فلان دا قالها قدام مراته لو كان قالها يعني ما هو قالها قدام مراته أو في قناته ما قالهاش قدام واحدة كده مباشر وما قالهاش مرة عابرة وما قلتلوش لا يا حاج وقطعتي قالها مرة واثنين وثلاثة واربعة أربع مرات مش متتالية كل دقيقة أو نص أو دقيقة كان بيكرر نفس الكلام ونفس الجملة مرة بلاش بقى يا حاج كفاية أو يا حاج بلاش كفاية لا اقطع لا يا حاج ماينفعش أنا واحدة عند أسرة عند ماما عند بابا عند إخوات عند ناسي ماينفعش أن الناس سمع الكلام دا من الراجل لا يا حاج ماينفعش خالص ده أنا أنسة لكن دا ما حصلش خالص وليه ما وجهتش الحاج وحتى لهو ما كانش عنده ثبات فعال وبالفعل كان الحاج ما كانش عنده ثبات فعال ليه ما وجهتش الحاج صبر وقلت له لا ماينفعش كده عمل حاجه تاني ونعيده طول بالك عشان قطري أنا مش عايزة أكون طرف في الحوار التسجيل دا دلوقتي على قناتي وأي إساءة لفلانة وجوزها حيبقى مش أنت اللي سببت فيه حيبقى أنا السبب فيه لأن الكلام دا حينزل على قناتي وهيخد منه مقف وكلام منه لكن لا تماديتي مرة واثنين وثلاثة والحاج برضو أنت يا عم الحاج إذا كنا إحنا مش قابلين أن الكلمة دي حصلت من حسن تجاهك ومطلوب أنت قلت أنه هو يجي لك ويجي لك مرة واثنين وثلاثة واربعة ولا ولا يكفيك وجبك بصفة السن ومقامك الكبير يعني مقامك الكبير لا دا أنا أجيلك بنفسي كمان وحسن نعمل عليه زي ما أنت عايز وابنك وهو قال لك الكلام دا أنت أخويا وأنا مش عايز أكبرك وأقول أنت أبوي فكان خلص الكلام محتاج تاني أن أنت يعتذر لك تاني أنا مش عارف بقى هل مثلا عشان حاجة معينة خلينا نفترض أن الراجل من حقه يزعل وأن أنت زي ما قلت أنت راجل منوفي وكمان من أشمون من عند حبيبنا الله يرحمه ويحسن إلي كمال بيت شازلي وليك عزوة وليك ناسك وتهنت والناس شافوا الكلام دا لا دا إحنا إحنا مش نقولك كمان هنا دا إحنا نروحولك المنوفي ويبقى معنا حتى شابين وكون لنا ونروحوا ونبصوا راسك ولا أي حاجة ما يعبناش بس هو لما جالك برضو يا حاج في المرة اللي هي جالك فيها وجالك المحل بتاعك وانت راجل في السوق وعارف الكلام دا يعتبرك إنه جا بيتك فمهما كان حصل حاجة حتى لو في ناس كده ولا كده يا عمي عفا الله عمي سلف ولي يجي تقول له يا عمي دا زي ابني وبتاعه مفيش حاجة وعيل وغلط وكلام من دا وأنا سمحته أو العملية كلها قبل بعضها وبتاعه ومفيش حاجة وأنا مسامح علشان خطر زوجته وعلشان خطر مش عالي أي كلمة حاجة مش ضعفة على فكر مش ضعفة هو لأن في ناس لما بتحاول تخش بتحاول تصعد بتحاول تصعد الخلاف اللي بين الناس وبعضها خاصة العنصر النسائي خاصة لما بيتدخل بيبقى الكلام عنصر النسائي وراجل بيحط ودنه لأي ست بيسمح فدلوقتي إذا كان هو وبعدين على فكرة برضو أنا شفت بقى كذا إصدار لك في تلسين يا حاج يعني الموتوسيكل والكلام دا وده محدش يقبل برضو انت راجل كبارة انت راجل معلم وراجل كبارة وراجل لك سنك ولك وضعك فالراجل الكبارة يا حاج مايرميش ويرميش على شاب لسه في مؤتبل العمر وبعدين في نفس اللحظة اللي انت بتتكلم فيها كان هو قبلها بساعات بسيطة عامل حادسة يا عالم وكانت بنتهم حتبقى معاهم يا عالم اللي حلتهم يعني ربنا هو اللي سطرها وخلاص من عنده كده يعني ونازل لا تمثيل بقى ولا حاجة ولا حنقوله زي اليوتيوبرات اللي بيمثلوا اللي تمسك مش عارف ايه يا ترحامل ايه ده الدم نازل وسايح ومدغدغ وده كسر وده ضار وده مش عارف ايه فكان حتى لو في حاجة كنت انا اتمنى اللي اسمع منك رسالة المسامح كريم وانا يا ابني والله سامحتك اللي اتفكر ان ده زنبي ولا دعوة مني انت زي ابني وكلام من ده انما يبقى راجل قاعد في البيت متكسر ولا معمول ولا مجروح ولا مسلوخ وده المتسك وانت يا عم حسن نصيحة من اب الابنه الهباب المكنا دي ترميها ان شاء الله تمشي على رجليك لان المكنا دي اللي بيركبها بيتعجز مدى الحياة اللي بيلعجلتين اللي بقول لك اهو ارميها في دهيا يا عم هاتلك عربية بالتقصيد هاتلك عربية صاني هات اي عربية عزيرو بمئتين الف ودفع بس معاك هات عربية عزيرو سيبك من الكلام ده واركب وانسى سنتين تلاتة لما تفكر في غيره انما بلاش البتاع ده لانه خطر انا كنت عايز اقول لك خطر مميت بالنسبة لك وخطر قاتل نصيحة بقى من اب لابنه وانت شاب زي الورد وحرام حرام انك تتعجز ولا حاجة لقدر الله ربنا يخلي لك بنتك يعني ويخلي لك ايه زوجتك اللي في ناس بيقوله ان انا بطب ما عرفش يعني المهم انا مش عايز الكلام ده يوصل خلص كمان لا يوصل حسن ولا يوصل زوجته انا عايزه يوصل بس للست الفاضلة او البنت الفاضلة انا ما عرفش والله هي بنت يعني ولا مدام انا اللي هي اللي كانت بتجري الحوار ان هي عيب انها تسمع من راجل هذي الالفاظ لان البنت اللي تسمع هذي الالفاظ من راجل تحط عليها سبعين علامة استفهام طالما ان ده الحوار اللي هيبقى بينه وبينك وتسمعي مني الالفاظ دي لا ده يبقى غلط عليك غلط عليك انك تسمعي من راجل بالنسبة لك مش محرم هذي الالفاظ وانت يا حج اول مرة واخر مرة تتعامل مع اي انسة ما انتش محرم لها بهذه الالفاظ لان ده عيب وفكار المعلمة وفكار زي ما بيقولوا يعني ولاد البلد ماينفعش ابن البلد يخاطب انسة بهذه العبارات الساقط كل التحية وكل الاحترام للحج والمسامح كريم ويباخت من ايه روعفة وديك انت غلط يا عم الحج هو نفس الغلط واكتر كمان فحقه فانا بقول الموضوع بقى ايه ناس تخش ويقولوا ايه الجمالية عدل الايه ضرب البرابرة وخلص وينهو الموضوع ده كل التحية وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة